اشتركوا في القناة وخلال المؤتمر الصحفي أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيفا أو استيسيا البحرين المهندس نزار بانبيلة أن العلامة التجارية الجديدة وبالتوائم مع استراتيجية المجموعة ستسهم في تحقيق رؤية استيسيا البحرين بأن تكون رائدة القطاع الرقمي في المملكة من خلال التركيز على التحول الرقمي والنمو في مسارات جديدة غير تقليدية إلى جانب تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تمكن قطاع الأعمال من العمل بفعالية واقتصادية أعلى هذا وقد التزمت الشركة منذ نشأتها بتطوير شبكتها وبتحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين فقد استثمرت ما يقارب من 700 مليون دينار في سوق الاتصالات البحريني منذ انطلاقتها السي سي البحرين تجد دائما فيها ما هو مؤمل والحمد لله جميع العاملين في السي سي البحرين استطاعوا على مدى السنوات العشر سنوات السابقة أن يوصلوا لجميع عملائهم في البحرين أفضل خدمات فاليوم الشركة خدمت البحرين لمدة عشر سنوات ومن واجبنا أن ننظر للمستقبل ولذلك اخترنا الآن نقطة تحول نقطة تحول من المسمى السابق للمسمى الجديد وهو سي سي بحرين أو سي سي بشكل عام فاليوم خدمات سي سي منطلقة من دوافع جديدة سواء كان منها الأقدام أو التفاني أو حتى الدينماكية فمن خلال هذه القيم اللي غرست في البراند الجديد أو في السمة التجارية الجديدة سنستطيع إن شاء الله بإذن الله بشكل دائم تقديم الأفضل لعملائنا في البحرين ونتابع الآن أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشر مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم طفيف نسبته 0.02% مغلقا تدولات الأسبوعية عند مستوى 1584 نقطة وذلك عالي ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم مليونين واربعمائة وثمانين وأربعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 871 ألف دينار تم تفيدها من خلال 71 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخيجية فكما نتابع اختلفت الأقفالات بين ارتفاع ونزول كان في مقدمة المرتفعين اليوم بورصة الكويت بإقفال عن يوم مستوى 6870 نقطة بارتفاع بنسبة قارب 16 النقطة المئوية أما في حين الخاسرين كانت سوق دبي وسوق مسقط لوراق المالية أكبر الخاسرين في تداولات اليوم بنزول بنسبة 0.68% للبرصتين بإقفال لسوق دبي عند 2768 و3916 نقطة لسوق مسقط لوراق المالية قرر مجلس الوزراء العرب لاتصالات والمعلومات في دورتها الثالث والعشرين والمنعقدة في العاصمة السعودية الرياض التي تعد إحدى الفعاليات المعتمدة على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في العام القادم 2020 قرر اختيار مدينة الرياض لتكون أول عاصمة عربية رقمية للعام 2020 نظير الجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال الاتصالات والتقنية المعلومات وأكد وزير الاتصالات والتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحة أن هذا القرار يضاف لسجل مسيرة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة الذي يمتلك بنية رقمية متطورة أهلته للحصول على هذا اللقب والانفراد بالأسبقية أعلنت مؤسسة مورغن ستانلي أنها ستقوم بترقية السوق الكويتية إلى سوق الناشئ على مؤشراتها MSCI خلال مراجعة نصف سنوية في مايو 2020 وذلك بعد أن استوفت السوق متطلبات الخاصة بالترقية وقالت المؤسسة الدولية أن السوق السعودية ستضيف مزيد من التنوع لمؤشرات MSCI للأسواق الناشئة منتوقعة أن يكون وزن السوق نحو 0.69% وأفادت هيئة أسواق المال الكويتية أنها استوفت شرطي ترقيتها إلى الأسواق الناشئة وهما توفير هيكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل هواوي تعمل على خطة لتصنيع مكونات معداتها في أوروبا تفاديا للعقوبات الأمريكية رفعت الحكومة اليابانية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي المقبل مع الإشارة إلى أن زيادة التحفيز المالي سيدعم ثالثة أكبر اقتصاد في العالم وقالت الحكومة اليابانية في تقرير صادر أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.4% خلال العام المالي الذي يبدأ في إبريل 2020 مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.2% وصادر في يوليو المنصرم وكان مجلس الوزراء في اليابان أقر حزمة تحفيز مالية بقيمة 122 مليار دولار في مسعى لدعم الاقتصاد وفق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل ستساعد الصندوق على تغطية حصة من إسقاط ديون الصومال حسب ما ذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة الصندوق وأضافت أن خطة التمويل تتضمن منحا نقدية من الدول الأعضاء واستخدام الموارد الداخلية لصندوق حيث ستستخدم تلك الأموال لتسوية متأخرات الصومال المستحقة لصندوق النقد وقالت جورجيفا أن هذه الخطوة مهمة لمساعدة الصومال على المضيف في عملية تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي والتقدم صوب إسقاط الدين في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون ونتابع الآن أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي الخبر الأخير تعمل مجموعة هواوي الصينية للاتصالات على خطة لتصميع مكونات معداتها في موقع بأوروبا بحسب ما قال رئيسها ليانغ هو في مقابلة مع وكلة فرانس بريس وأضاف رئيس هواوي أنه في مجال تكنولوجيا الفايف جي لم نعد نعتمد على الشركات الأمريكية لحصول على إمدادات الشرائح الإلكترونية وغيرها من المكونات وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع هواوي لكن ليانغ كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي المخابرات الصينية